موسيقى موسيقى لكل نجاحا قصة ورواد يروي هذا القصص على لسان أبطالها حلقتنا تطل عليكم من بيروت ضيفنا من بيت اقتصادي سياسي ورث المهنة كما الاهتمام بالشأن العام من والده أحد أركان القطاع الصناعي في لبنان ومن أوائل الذين شقوا طريقهم في المملكة العربية السعودية دون أن يهجر الوطن فأقام فيه صرحا صناعيا خرج به إلى العالم وخاض غمار السياسة من أولوية التنمية الإرث اليوم بعهدة الإبن وبين الزمن الحاضر والماضي يتقاطع التاريخ في السياسة كما في الاقتصاد والشأن العام الرئيس التنفيذي لمجموعة اندفكو ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين السابق نعمة فريم ضيف الرواد من لبنان سيد نعمة فريم نتحدث معك بعض الشيء عن قطاع الصناع اللبنانية اليوم أبدأ بمؤشرات الاقتصاد عندما كنت حضرتك رئيس جمعية الصناعيين حذرت من أنه إذا لم يحافظ لبنان على نمو سنوي بين 6 و 7% قد يدخل بدوامة مهلكة تقود إلى الإفلاس اليوم النمو بالكاد يتجاوز 1% بين العام إلى تزايد 160% من الناتج القومي حتى الصادرات الصناعية تراجعت 16% خلال الربع الأول هل ما زالت صناعة قادرة على المقاومة أم أنها تحتضر اليوم؟ أنا بعتبر الصناعة يمكن أفضل من غيرها في لبنان اليوم لأنه اقتصاد اللبناني يحتضر وهذا اللي خطر الكبير وهذا اللي حذرنا منه من 7 سنين و 6 سنين اليوم يلي إذا بتطلع على شو كتبت صندوق النقد الدولي والتحذير يلي إجا من صندوق النقد الدولي من جمعة من أكثر من أسبوع عن وضع الوضع الاقتصادي اللبناني بالفعل منحس أنه وضع كتير دقيق الأخطر شي بالوضع أنه دايننا العام عم ينمى أكثر من 7% بالسنة واقتصادنا عم ينمى 1% بالسنة وهذا شيء بخوف حدا بيقلك أنه الوقت ضدك وإذا مش اليوم بكرة إذا مش بكرة بعد بكرة لازم نعمل شي وإلا نحن رايحين إلى وضع كتير عاطل بشكل يعني الدولة اللبنانية إذا ما درنا نعمل شي بوضعنا الاقتصادي اليوم نحن متواجهين إلى حالة انهيار كاملة وهذا شيء واسه واحد يفكر مين أكثر واحد يدفع هذا السمن هو المواطن اللبناني العيل اللبناني صحيح كل شخص أم وبي وولد هذا اللي بوجع طيب كما ذكرت لي أنه ربما الصناعة بعد أداء أفضل من غير قطاعات ما الذي يعني يحصن الصناعة بهذا الشكل؟ ما الذي يجعلها قادرة على الصمود؟ رغم أنه تعاني من مسائل كثيرة سنتطرق إليها بعد قليل مر على لبنان الكثير من الحروب وما زالت قادرة على المقاومة أول شيء يجب أنه يعرف أنه ينظر إلى الكطاعات الاقتصادية كطاع الصناعة هو الكطاع أكثر كطاع مستوعب الصدمات لأنه بالسياحة أو بالخدمات حيال لأزمة أمنية بينهار الكطاع أما الصناعي الصناعي بنفسه بطبيعته مقاومة بس كما يوجد تحديات كثيرة أمام القطاع أكيد أكيد ولكن تحديات بنيوية في فرق بين التحديات المشاكل البنيوية والمشاكل الأمنية الطارقة باللبنان اليوم نحنا منخاف المشاكل أمنية طارقة أما بالمواضيع البنيوية الصناعة في لبنان قطعت بأيام كثير صعبة عندما كان سعر الطاقة باللبنان عشر مرات أو خمسة عشر مرة أكتر من محيطنا هذا كان شيء مؤلم كثير كثير على الصناعة اللبنانية وكل صناعة اليوم بعد ما نهار وبعضه قائم يعني هو مقاوم للموت وهو قابل للحياة مثل ما بيقولوا كل مرض ما بيقتل بأوي هذا اللي اليوم عندنا أمامنا في الصناعيين اللبنانيين من هيك الصناعة بعدها عم تنمى في لبنان ولكن والسوق المحلي اللبناني يلي نمي بوجود اللاجئين السوريين يعني فيها نعتبر أنه يمكن خف صدراتنا ولكن استهلاك المحلي زاد هلأ كقطاعات ما في شك أنه لبنان عم بنبش على الكطاعات يلي فيها لح يقوى ويكبر أكتر من كطاعات تانية تقريبا صارت واضحة نحن صناعات الزوق صناعات الالترو ميكانيكل صناعات الغذائية هادي الصناعات الالترونية هادي الصناعات يلي لبنان عم بيقدر دل ينمى طيب إلى أي درجة ريحكم بعض الشيء يعني تراجع أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين كتير لازم نعرف أن الصناع اللبناني بيعاني مرتين أو دبل عن اللي عادي بس يكون النفط غالي لأنه مش بس كلفة محروقاته بتخف كلفة كهربته بتخف لأنه هو بيولد طاقته أكتر من 60% أو 70% من هيك اليوم بوضع البرميل البترول المنخفض الصناع اللبناني حاسس بارتياح أكتر ولو أنه كلفة الطاقة عنده ومحروقاته بعد أغلى من وحيته طيب لنضع المشاهدين بعض الشيء بصورة التحديات اللي بيتعرض لإلى قطاع الصناع بلبنان تحديدا أبدأ معك بالقوانين استاذ نعمة يعني في ظل فراغ رئاسي مجلس نيابة معطل عدم إمكانية تحديث القوانين خاصة القوانين الحيوية مثل قانون الكهرباء قانون الشراكة بين القطاع والعام إلى أي درجة هذا يفاقم من الصعوبات على القطاع اليوم للأسف تأخر في أخذ القرار وتعطيل ألية أخذ القرار في لبنان هي أم المشاكل بكل لبنان بكل القطاع خاصة بالصناعة بس نشوف الصناعة اليوم ده شي ناطرة ألبنا التحتية لأن الصناعة اللبنانية يعني من بعد بآخر عشر سنين النمي ويجدت فترة كان عمينما 7% و10% و15% حتى وصل لمرحلة البنى التحتية اللبنانية ما بقى تحمل حجم الصناعة اللبنانية من هون نحن بدنا بأسرع وقت تطوير البنى التحتية اللي بدأ ألية أخذ قرار معطل في لبنان فإذاً نحن أول مشكلة هي عم نحس فيها هي بالبنى التحتية المؤخرة على الاكتصاد على حجم الاكتصاد تاني موضوع هو تطوير تطوير الأوانين يلي متل ما بنعرف للأسف المجلس النواب اللبناني ما بقدر ينتج قرارات صحيح يعني أكتر من عشر سنين نحن بالموازنة هذه غير الأوانين المطلوبة لنغير الموضوع بنيوياً باللبنان مثل الشراكبة الكتاع العماطي الخاص خطة الكهرباء الواسعة وهي من أيام الوالد نعم عمرها أكتر من عشرين سنينة وكنا وفرنا أكتر من 50% من دين العام في كتير مواضيع ناطرة ناطرة هذا الحل يلي اسمه طب حل هذه المواضيع أستاذ نعمات أين يمكن أن ينهض بمساهمة الصناعة بالناتج القومي إذا تحدثنا أرقام بعض الشيء اليوم إذا شفنا الصناعة اللبنانية من الناتج القومي قبل الحرب اللبنانية كانت وصلت للخمسة أو عشرين بالمية من الناتج القومي نحن اليوم حوالك العشرة بالمية توقعاتي أنه نبدأ نشوف تحسن مش لأن الصناعة عم تزدهر في لبنان لأن الاقتصاد اللبناني والقطاعات الباقية عم يرجعوا لأورا صحيح يعني أنت حسن مقارنة بأداء القطاعات الأخرى أنا بتوقع أن نشوف 12% بأقل من 3 أو 4 سنين ولكن الهدف أن الصناعة اللبنانية بنمو اقتصادي لأن اليوم نمونا حوالي الواحد بالمية صحيح لبنان لازم يصال على 7% نموه بالسنة لنحافظ على أهم مؤشر يلي هو الداني العام على الناتج القومي وهذا شيء خطر إذا كفى يرجع لورا مثل ما عم يرجع اليوم هلأ إذا بنشوف اقتصادنا ككل لازم يوصل الصناعة إلى 20% من الناتج قوي ليه؟ لأن اللبنان بحاجة لقطاع مستوعب الصدمات للأسف لبنان موجود بمنطقة وهو بتكوينه معرض لصدمات من هيك بدنا اقتصاد مقاوم الصدمات طيب يعني ذكرت لي موضوع اللاجئين في وجه إيجابي هو تحفيز الاستهلاك المحلي لكن بالمقابل استاذ نعمات يعني العديد من الصناعيين اليوم يشكون منافسة المصانع غير النظامية التي يقيمها اللاجئين في لبنان مصانع غير مرخصة يقيمها اللبنانيين والسوريين الأرقام تتحدث عما لا يقل عن 50 مصنع إلى أي درجة هي مؤثرة فعلا في القطاع الصناعي في لبنان وأي صناعات أكثر من غيرها؟ يعني بدي أقولك كرئيس جمعين صناعيين سابق أكيد اليوم مع هال50 مصنع نحكو عنه في لبنان أهيام بكتير من المصانع التي كانت موجودة في سوريا والبنى التحتية التي كانت موجودة في سوريا والقدرة الصناعية التي كانت في سوريا تغرق لبنان للأسف صار فيهم هيك في البنى التحتية الصناعية في سوريا ولكن الصناعة اللبنانية بطريقة ما خفت المضاربة عليه يعني شو ما نحيصير هلأ ملح تكون أصعب من 2010 و 2009 يعني كنا عم نشوف نهضة صناعية في سوريا كتير كبيرة صحيح طيب ينظر إليكم اليوم يعني ككبار الصناعيين في لبنان أو يعول عليكم لانتشال البلد عن طريق استقطاب الاستثمارات الأجنبية اليوم تواجهون أزمة ثقة نظرا للفراغ الرئاسي كما ذكرنا لأزمة النفايات التي أثرت سلبا جدا على لبنان إلى أي درجة مهمتكم صعبة اليوم؟ ما في شك أنه هالوضع أصعب من كنا عم نعي فيه قبل بما أنه لازم نعرف أنه لبنان بآخر 20 سنة أو 30 سنة ما كانت الأيام هيني على الصناعي لبنان لاستقطاب رؤوس الأموال خاصة أنه صار فيه نوع من هجمي على استقطاب على الكتاعات الريعية في لبنان وعلى العمار على الأراضي ما كان فيه دعم أو تحفيز لنستقطاب رؤوس الأموال إلى الكتاعات الانتجية وهذا إذا من نتطلع على الخرطة الاقتصادية في لبنان هذا ضعف للأسف بيّن بخلق فرص العمل اليوم الاقتصاد اللبناني ما عم يخلق أكثر من 5,000 فرصة عمل صح الهجرة في أعلى مستوياتها بينما المطلوب 30,000 فرصة عمل هيدا مثل ما بيقولوا هيدا الأساس هيدا المشكلة لب الموضوع في لبنان كيف نخلق 30,000 فرصة عمل في السنة لنخلق هالفرصة العمل هال 30,000 فرصة عمل بدنا بنا تحتية بدنا آنوانين بدنا استقرار بدنا تسويق للاستقرار في لبنان لأنه للأسف اللي صار بالنفيات من سنة لليوم شوّه صورة لبنان أكثر بكتير من 30 سنة حرب مظبوط لأنه ب30 سنة حرب كان المراقب يقول أنه هذه مشاكل جاية على لبنان أما بالنفيات هذه مشاكل طالعة من لبنان هذه مشاكل نحن بس مسؤولين عنها للأسف هذا اللي صار يعني أعود معك إلى النقطة التي بدأناها مطلع هذه الحلقة كنت طرحت على الحكومة مشروع طموح لتحويل طاقة النفيات إلى طاقة كالعديد من المشاريع ذهبت أدراج الرياح يعني مثل هذا المشروع لو توافق الداخلي سمح له أن يتم إستاذ نعمات ماذا كان يوفر للصناعة؟ للصناعة مش كتير لازم نعرف أنه اليوم كل نفيات لبنان ما بتنتج أكتر من 100 ميجاوات من أصل 3000 لأنه نحن بحجل ألوك 100 ولكن كان حل مشاكل كتير في لبنان كان ولت طاقة للاكتصاد البلد ووفر عليها على الأليل 100 مليون دولار بالسنة طيب من المبادرات طموحة أيضا اللي ترحتها حضرتك إنشاء ثلاث مدن صناعية في الجنوب اليوم هل تمكنت من السير بهذا المشروع؟ هل بدأت به؟ خلينا نعتبر شغلي أنه بالوضح القائم والشلل الموجود في لبنان ما فينا نطلق النهضة الصناعية إلا بمدن صناعية خاصة يعني الكتاع الخاص يتوليها مش كتاع العام لأنه نعرف الشلل موجود بالكتاع العام من هيكي توجهنا إلى تطوير بونة تحتية ومدن صناعية ببونة تحتية من الكتاع الخاص من هيكي طلقنا هالمشاريع اثنين منهم ماشيين واحدة منهم تأخرت شوي لأنه عم نحاول تكون سعر الأرض فيها كتير رخيص لأنه أجار ومدعوم من أحد الأوقاف اللبنانية يلي عندها أراضي كبيرة بأسعار مشجعة من هيك عم تاخد شوية وقت لأنه في معاملات عم نستأجل الأراضي يعني هم دي اسألك كيف قادرين قدر على التحرك في ظل الشلل موجود يعني هذا الشلل بعضه بقلب مش بالدولة عم نحكي بعدنا بالكتاع الخاص بالدولة المطلوب من الدولة في هذا الموضوع كتير قليل المطلوب السماح تصنيف أراضي تسهيل الترخيص مش شيء تاني صحيح سيد نعمة فريم أتوقف معك للفاصل الأخير لهذه الحلقة من ثم ننتقل إلى حديقة منزلك نتحدث أكثر عن الجانب الشخصي عن مساهماتك الاجتماعية والسياسية شاهدينا وقفة أخيرة ونعود أداش أستاذ نعمة هيدا الخضار المطرح الجبلي الصيفي اللي بتقضي فيه صيفيتك الهدوء بيساعدك تفكر بمبادراتك اللي بتتقدم فيها يعني كتير مهم الصفاء الزهنة بي يعطيكي هيك محل مثلاً أوقات تفكر بأفكار مش بنعملهم يومياً نطلح حولنا بنشوف شو فينا نغير وين في شيء لازم يتغير مثلاً الشلال الموجود اليوم بلبنان يعني عمليه كلنا كلنا عم نشوف إذا فينا نعمل وده مش عم نقدر نعمل لأنه مشلولين خليني فكر كيف بنا نطلع من هالوضع مثلاً وصلنا لمحال طلعنا بأنون الانتخاب لأننا لقينا أنه أنون الانتخاب اليوم هو المفتاح لنرجع نشغل قلية أخذ القرار في لبنان ونرجع ندور عجلة الدولة الليبنانية أستاذ نعماتي بالحديث عن الجانب الشخصي معك لابد أن نبدأ من زمن الوالد جورج فريم الشخصية العصانية السياسية الاقتصادية التي رحلت في العام 2006 يعني الوالد قدم الكثير للبنان بأي شعور بأي انتباع رحل عن البلد الذي قدم له الكثير؟ رحل بما في شك أنه بنوع من كسفة نوع من قهر أنه ما شاف لبنان اللي بيحلم لقفيه اللي اشتغل لقله كل حياته ما شافه قدامه خاصة أنه كان يشوف باللبنان الوالد وطن بالفعل وطن الرسالي وطن العيش المشترك وطن الإنسان يلي عنده قيم لكن بطريقة عملية يومية فينا نعيشها يوميا هالقيم يلي الإنسان بتحلى فيهم شاف أنه صار فيه علمان علم القيم يلي فينا نعيشه بعيالنا بالعيل اللبنانية يلي منفتقر فيها كلنا سوا بعملنا حتى كان فينا نكون عندنا قيم كتير كبيرة ونجي منشوف نصطدم بالشأن العام وهو صدم بالشأن العام كتير أنه القيم يلي كان متربع عليهم يلي كان عم يعيش بيهم صاروا نوع من يعزبوه في الكتاع العام ونصاب أنا بعتبر بخيبة أمل كتير كبيرة إن كان بس شاف أنه ما قدر يحقق يلي بده إياه حتى بس عمل نايب شاف أنه كمان بمجلس نوة ما قدر يغير قد ما كان بده يقدر يغير الحواجز كانت أصعب يعني أكبر من قدرته على التغيير بوقتها ما في شك كان زمن صعب في لبنان طيب أستاذ نعمة اليوم يعني أين يعني يشترك الزمن بينك وبينه أين يختلف يشترك الزمن أنا بعتبر أنه القيم يلي عم نعيش يعني من نآمن فيها عم تصطدم بالواقع كل مرة بتفوت على الشأن العام كل مرة بنخرج من علمنا يلي خالقينه حولينا إن كان بكتاع الأعمال أو بكتاع العلاقات والصداقات والعيال ما سنخرج من هالعالم عم نصطدم بالواقع حيث القيم يلي منآمن فيهم مش مقبولين تحسي أوقات أنه إذا ما بتكذب كفية إذا ما بتتاجري كفية بالمواقف إذا ما بترتهني كفية ما بتصالي لا تغيري يعني وسط كل ذلك حضرتك تكتب ولك مقالاتك باستمرار في إحدى مقالاتك يعني تقول أو تدعو إلى تعميم التجربة أو النموذج اللبناني كمدخل إلى الحل للصراعات في المنطقة رغم كل هذا الواقع الذي تحدثنا فيه هل اليوم التجربة اللبنانية ناضجة بما فيه الكفاية لكي تعمم؟ هل يصلح أن يكون نموذج؟ حلو السؤال كتير إيه لأنه بس نتطلع نشوف وين إحنا اليوم النموذج اللبناني هو بمرحلة متقدمة ولكن مش بمرحلة نهائية ولكن متقدمة لا لأنه فيها نعتبر أنه الحرب الأهلية اللبنانية هي اللي صارت انتهت مع تطوير نظامنا حلو هالتطوير النظام لم الحرب من الشارع ما في شك وعمل الاستقرار استقرار ما في لبنان ولكن على حساب الانتجية وهذا من هيك نحن متطورين في محلات بعضهم بالمرحلة الأولى بعد ما لموا المشكل من الشارع المرحلة القادمة في لبنان في تطوير النظام هو كيف نحافظ على الاستقرار ولكن نزيد الانتجية ومن هيك نحن منقول اليوم نموذجنا قريب بعبدو التطوير شوي لا يصير جاهز مية بالمية لا يطلق المنطقة كلها إلى زمن جريد يعني أنا بشوف هذا النموذج المبني على التعدد على التعددية على توزيع السلطة بين كل مكومات البلد ولكن النقص بعد شغلة وحدة هي كيف نحافظ على هالاستقرار وعلى توزيع على السلطة ولكن نحافظ ونطور الانتجية في رؤية بهذا الموضوع ويمكن المشروع الليبنان الأفضل اللي عم بيشتغل عليه هو هذا من هيك بدنا بدنا هالصوت يوصل يمكن أن الجبر يصور فيه عمل سياسي يومي ليوصل لهذا الشيء بسيذ نعمت يعني الأهداف كلها التي ذكرتها تطلب أيضا جهود أو مبادرات اجتماعية وحضرتك ناشط على أكثر من خط أنت رئيس أصدقاء المدرسة الرسمية أصدقاء المدينة التي تعنى بتحديث العمل البلدي أيضا رئيس مهرجانات جوني أي نشاط بعيدا عن سياسة والاقتصاد هو الأكثر متعة بالنسبة لديك يعني يمكن أصدقاء المدينة لأنه بعتبر وتأسست نوع من آلية عمل بكل المحاور محاور بناء التحتية يعني كل شيء كنت شوف ناقص في الكطاع العام احتبرت المبادرة الفردية الفرد اللبناني مؤيز بيقدر ينتج أكتر بكتير من ما عم نشوف اليوم بالكطاع العام بأسست ننبش على آلية كيف فينا نستفيد من هالمجتمع المدني لقيت أنه أحسن طريقة هي يكون فيه هاك مؤسسة قريبة من البلديات لأنه هون أقرب شيء ممكن على الأرض تعنى بمواضيع سياحية وإنمائية للبنى التحتية حندسة وغيرها حتى مشاريع للمجتمع يعني مثل كشافي من نوع من كشافي نوع من اللي جان أهلية تتكون قريبة من المواطن للبلدية وكلهم هيدا بإطار مربوط ببعضه ومؤونة من هون بيعتبر الزمن اللي قادم كل هالمبادرات هالمجتمع المدني في لبنان كتير أنا متكل وعندي أمال أنه المجتمع المدني في لبنان حد العيل اللبنية لأنه العيل هي اللي حملت لدى منهارة الدولة اللبنية العيل اللبنية هي اللي خلت مجتمعنا يظل مترابط ببعضه طيب بما أنك ذكرت العيل اللبنية اللي أختم معك هذا اللقاء أو الحوار بالعائلة اللبنانية بعائلتك اليوم عائلتك هنا في لبنان هل أنت مطمئن للمستقبل بالنسبة لأولادك؟ أوش أنا عائلتي مش بس أولادي عائلتي هي إخواتي هي ولد عمي هي أصحاب هذي هالمجتمع اللي حولينا هوا دي كلهم أنا بيعتبرهم مربوطين ببعض نحن من هيك ولا مرة بفكر كيف أنا أهرب مثلا وهرب عائلتي وولادي بس وفكر بالحولية وما فكر بالحولية من هيك الخيار الوحيد هو نغير الواقع مش نفل من هون أنا مطمئن أنه الزمن اللي قطع أصعب كتير وما تنسي أنه أنا ما تركت لبنان بالحرب نحن ما تركنا لبنان بالحرب يعني بهالمنطقة بالزاد كانت الأزيف عم تشتي علينا وبعدنا طيبين وطولنا وطورنا شغلنا وكفعينا وكبرنا وأنا بتصور الزمن القادم سيكون أحسن الزمن الماضي يعني أستاذ نعمة فريم على أمل هذه النظرة التفاولية أن يعني نعيشها في لبنان في وقت قريب جدا اسمح لي بختام هذا اللقاء هذه الحلقة معك أن أشكرك جزيلا على استضافتك لنا مشاركتك في تفاصيل حياتك سواء في العمل أو في منزلك الصيفي الجبلي هنا شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدينا بهذا نختم حلقة الرواد من بيروت هذا الأسبوع ونلتقيكم كالعادة كل خميس إلى اللقاء وجودنا في المبلة العربية السعودية كان أساسي في تطورنا أول شيء وكبنا النهضة الاقتصادية في السعودية اللي كان بأساس النهضة في الشرق اليوم نحن فيتين على مصر بحطة كهرباء على الطاق الشمسية 60 ميجاوار الاقتصاد اللبناني يحتضر وهذا اللي خطر الكبير وهذا اللي حذرنا منه من 7 سنين البناء التحتية اللبنانية ما بقى تحمل حجم الصناعة اللبنية من هون نحن بدنا بأسرع وقت تطوير البناء التحتية اللي بده أقلية أخذ قرار معطل في لبنان